اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم ما اريد اسوي تجمع لسلامة كادري وسلامة المواطنين انا راح اتمشع على المواطنين جو يتجمعوا ترجيتهم بانه ما يكون تجمع حتى نقدر ما نكون سبب بانتشار الوباء ونلتزم بتعليمات وزارة الصحة ولو اللي اشوف اللي هو واقع حال المواطنين ما ملتزمون العراقيين عبالك مرض طبيعي او وضاء طبيعي وبدأ ينتشر ولا اضالي لا كمامة لا جفوف لا اي شي ما دا يرين بال يمكن من يوقع الفاس بالرأس ذاك الوقت يحسون البزارة الصحة دا تفحص يمكن اقصى شي عشرين الف يوميا بس ما توقع يوصلون الى هذا العدد ودنسجل هاي الحالات اذا فحصوا ما يقارب مئة الف شخص شقد راح نسجل ما ندري شقد راح نصير الحالات ما ندري نتمنى الخير والصحة والسلامة لكل العراقيين بيظل هاي لو ضعب الظروف اللي دا نمر بيها اني واول ما طبقنا بالسيارة ونزل كادري ومصوري علي فاضل ومصطفى اللي هي الطقوس اليومية اللي نسويها ببرنامج الرشيد والناس نشوف انه مطعم نشرب شاي نشرب ماي قبل ما نبدي ساعة او ساعة ونوص احنا نكون متواجدين بالمنطقة اللي نطلع حلقة من ادها التقياتوية الحجي اللي هو عنده بسطية بسيطة يبيع بيها اشياء بسيطة فسولف لي امور هوايا اريدكم تسمعوها ونصحني ونصحني وبي عمر والدي وبي عمر عمي نصحني وتحدث كل شفوايا عن امور الحياة والروتين اللي دا نتعايش بيه فخلينا نسمع من عنده صباح الخير عمو اهلا 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 ومرحبا الله يحب اهلا بيكم هاي رابع مرة اقول لك صباح الخير الله يخليك حبيبي الله يسلم ايني تحية الكادر قناة الرشيد الله يسلم المحترمين الله يسلم قناة الرشيد من القنوات الرصينة وعدها موضوعية باساليب الطرق شكرا والبرامج واحنا من خلالها انحب ننطرئين بهاي الاحداث الدصية اي عم متفضل العراق بلد عظيم بشعبه بخيراته برجاله بالنساء فتحية لكل العاملين بالعراق من قوات مسلحة الى طلاب الى الكل العاملين ليش هاي التحية نوجهها الهم لان يستاهلوها لان يقهرون الظروف كل هاي الظروف الصعبة واكو ابداع واكو عمل واكو امل بالحياة ولكن لازم احنا كشعب عايشين على هالكوكب هذا لازم اكو اشكالات هنا وهناك والاشكالات ان شاء الله الهى الخيرين بالعراقيين فذول الخيرين بالعراقيين احنا نعول عليهم ان يحلون هاي المشاكل ما يخلون لان التأزيم ما يخدمنا واحنا مثل ما يقول وضعنا صعب مو صعب انه عندنا مجاعات مثل ما يروج الاعلام الاخر ما اكو مجاعات اكو حاجات بسيطة هاكو هم هموا ستة جبتها جبتها على الفقر اي جبتها على الفقر علاوي افترلي على هذا القفل اللي بالجزرة الوسطية اقصى اليمين يعني هسا هاذا حالة من آلاف الحالات بفل بعمر الوالد هو وابو بسطيتهم المي شوكت نتخلص من هاي المناظر شوكت نتمتع بخيرات بلدنا شوكت نشوف الخير خير العراق شوكت نشوفه الله كريم اذا اطفالنا قاعدين على ارصفة وشيابنا نفس الحالة على ارصفة وشبابنا على ارصفة والخريجين على ارصفة من المتنعم بالخير البلد كل البلدان اللي يصيبها غزو وغزو سوء غزو سوء يعني الغاية من هذا الغزو هو اذلال الشعب العراقي ليش اذلال الشعب العراقي لالعراقين اعتادوا منذ زمن طويل ان يكونون هم راس الحربة عند العرب فهذا ما مسموح خط احمر لازم العراق يقعد ويسكت وما يحكي كل شي بس احنا شو نقول لا نحكي نفعل ونتعامل ونستوعب وندرس ونفتهم ونفهم نفتهم ونفهم هاي هسة انا اشوف احس يعني انا على الرغم اني مضرور بهاي الظروف حيل لكن كلش متفائل والله والله احس يعني افرح يعني قبل ثلاثة ايام سمعت خبر احد القنوات افتتاح معمل سمنت بميسان ما شاء الله قلت يا ربي الحمد لله وشكرا هاي خطوة حلوة معمل سمنت بميسان راح يسد المنطقة الجنوبية احنا شنو نقول هاني اتعجب او اقو علام مضاد انت ما حد يخليك تمشي بطولك لازم يعيبون عليك هذا قصير هذا لابس هيتش ذولة هم هاي ايامهم فاريد من الشعب العراقي ان اجاوز هاي المحن وما ريد يلعبون بينا كافي لعب بينا احنا اللعب بينا هواية وكل السبب منه السبب السياسين المسؤول مو كل السياسين بعض السياسين مسؤولين عن هاي الامور يعني تسمع سياسي يأزم تسمع قناة مثلا انفجار سيارة مفخخة في مكان معين يطلع الخبر الصبح بثمانية من ثمانية الصبح لثمانية بالليل يفتر الخبر المفروض هذا الخبر مرة واحدة يبس لان خبر موسار خبر مزعج خبر مؤلم راحت بيه ضحايا راحوا بيه عراقيين المفروض هذا الخبر يعلن مرة واحدة وينتهي الحديث بيه مهيت فاحنا هسه بالوقت الحاضر يعني العراق نبقى متمسكين بالأمل ونبقى متفاعلين ونقول ان شاء الله القادم أفضل ان شاء الله يصيبنا الخير بس احنا تبقى المشكلة الأكبر اللي هي خيرات العراق وين تتروحوا المين انا اشكرك عمو حبيبي حبيبي تحياتي واني اشكركم الله يسلمك حبيبي تحياتي لك تحياتي لك هذا واقع حال هذا واقع حال العراق بيه اكمله هذا التقاطع العامرية هذا الشارع البصرة السلام عليكم شونكم بالقراج متشتغلون سواق شونك الله يبارك بيه شون شغلكم والله الحمد لله على كل حال انتوا على خط المبار ان شاء الله سواق داخل شلون سواق داخل عالفبارين بتعافل داخل داخل مدى افتهم منك عيوني شون وضعكم شغلكم والله الحمد لله على كل حال احنا نفتغل بالداخل بغداد اهان انتوا من هنا ايه بالداخل ايه ايه زين ايه ايه يسا حاليا يعني الوضع شوية تحسن بربح حاضر التجوال للعشر من الخمشة وصبح للعشر بالليل شوية صارت حركة شوية صارت الامور احسن زين ايه يعني انتوا هنا لقصدك على العامرية ايه على العامرية هنا تمام 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 الله يزيدكم الله يبالك ومشونك يا بي السلام عليكم صباح الخير شو مصحتك نصور شو منا وضعيتك 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 شو الحمد لله نال سينا في حركة لا صورني حركة هنا ايه اكا حركة يعني افو وزف ان شاء الله الحمد لله جي هسا قبل شوية شفت هنا تجمع شباب يمكن مصطر مع العمار نعم عمار اي نعم عمار اي اي نفسهم هما جو هما راح اي والله يجي يحط كروة الحالة ويروح يرجع كيفي لك الله يجي بالخمسة الفجر اي والله يروح الطور يجو وقت يعني هسا شفتهم هما نفسهم متجمعين هما نفس ما احنا حافظين يوميا يجون خطيئة ويرحون يعني ما ما اكو شغل ما اكو يعني كعماله ما يشتغل هكو وقت يطوب الحامرية المصطر شلون شلون الله يسادك حبيب هما نفسهم التم وهم نفسهم هوزة وطلعوا يجو كلهم اطفال 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 صحيح اطفال وشباب يعني سادة ادى شوفه شنو هذة شوف هذة طفل شنو هذة بعد انه بيجيك عجرم الدنيا يبيعون مين هذة شنو ذنب هذة مصطفى شوف لي هذا الطفل شوف لي هذا الطفل هذا باعدوا باعدوا شوفوا صحيح 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 مصطفى صحيح تعالى بنموي تعالى بنموي يعني احلفكم بالله بشرفكم بغيرتكم بناموسكم هذا واقع حال طفل يسكن البلد بالملايين بالخيرات بالنفق شو بدلاك الصغار بتقاطع شو بدلاك بتقاطع شون هيها الديمقراطية شون يا بي ديمقراطية هيهاي هيهاي الديمقراطية ايه جابوناها الامريكان هيهاي ايه هيهاي بيع ماي بالشعر ها شوفوا عايف مدرس دي شون دنبه شون دنبه مليارات بزمان المالكي 120 مليار دولار وين هن راحن وين راحن باقوهن هم منو باقين باقوهن بجيه 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 ش صلع وقل لي يا الله تقول لي صلع هنه عالد اني مال الصدام هنه جيسير مال صدام انه نفسك عمو احلفك بالله انت هنانا صالك شقد تشتغل رحم الله والدي والله 30 سنة 30 سنة 30 سنة تعال عمو تعاليم تعال خلح تشيوه 30 سنة ايه يعني هاي الشوارع وها كلها مارة ايه مو او من من قبله هسه ايه شنو منتغير هاي الدولة كل شي ما غيرهم كل واحد يقول لي غير قل لي لا مو صدق تعال عمو تعال 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 خلح تشيوه الفويات حقا والله عمي حقا يروح يعني حقا يعني هذا السيم كنذا تشيوه الفويات هو صح طفل بس على اللي شايفه بالشارع تحس زلمه عمره 60 سنة ستة وزير العمل رعاية اليوم واحد بالشهر اي شنو ذنبها عالم عايش على الرعاية وعلى هذا شنو ذنبها يحجي عن الرعاية ما تطلقون هين ليش ما يطلقين لا لحد الان ليش شما يدري إنا فلوس ما عدم خطيئة خلنخابر لك الرعاية خلنسألهم عن الرعاية اي اي خابر خلح تيهم انتظرها يعني شنو شنو ذنب تعال منا تعال يمي حين المفروض شو كنت تنطلق عين يوم ستة وعشية 28 اي ماكم خط ما عدم اي والله يا لما الله ما عدم والله يا لما الله هادرين هنجمع من السواغ نجمع لهم ندائنهم خطيئة ما عدم دمولهم اللمولهم والله يا عم اللمولهم شتسوي اي عمو الدولة خاف ما عدم هن كان يتم وقوية خطيئة ويدي هاي المليارات وين تروح مين عمو انت من الانبار لا والله من بغداد اه من بغداد شون هنا الحركة والله ميتين خالح شوف شوف العالم فارغ وهذا حتى ننتظر رزقنا يجينا استاذ نجم صباح الخير صباح الخير على مسلم الله يحفظك استاذ نجم المتحدث باسم وزارة الحمل الشؤون الاجتماعية استاذ نجم يمي المواطنين نعم انت وياه على الهواء مباشر داي يسئلون على راتب الرعاية يقولون اشوكت ينطلق ان شاء الله ينطلق بموعد المحدد ويخلي اطمئن المواطن يعني هو كل شهرين طربون راتب حماية اجتماعية نعم با احنا حريصونا على اصلاقه في موعد المحدد نعم احنا نبا اصلاقنا راتب المعين المتخرق نعم طب مراتب المعين المتخرق لشهر اه نعم والرعاية يعني الشهر القادم ان شاء الله ان شاء الله خلال الشهر الحالي يعني كل شهرين احنا وزعنا شهر تموز احنا اكيد يقصب شهرين وراح يستلم الدفعة يعني بعد ان شاء الله نهات الشهر تستلم ان شاء الله نهات الشهر يهذا اليوم بعد بشهر لا اللي يجي مو استاذ نجم الشهر اللي يجي يعني هو المواطني يعني احنا شهر السابق نعم شهرين يعني ذا من تاسر نعم يعني احنا شاء الله احنا حريصون على يعني اصلاق بموعد الموضوط والمحدد خليصا انه استاذ نجم يمي احد المواطنين يريد يتحدث وياك يعني طلب بزارة العمل وشو الاجتماعية بالاسم متفضل نعم السلام عليكم عليكم السلام حبيبي قال بال2016 قدمت بزمن سوداني الوزير زين قدمت شمول خاص يا من الوزير وقال لو طلع اسمك وكل ما راجع وين يلقى شباك 21 يعني نعم ولحد هاي الساعة كل شي ما محصلان معدهم انت لعرك لبعه الاجتماعي هي طلع لي والله اي هي طلع لي وهي لحي العامل يقول لي بدون حاسبة انت لان شمول خاص لا ما اقوي شمول يعني بدون حاسبة العفو يعني كل البيانات تفخر بالحاسبة لا ما امدخل لانو حاسبة يا سمي استاذ نجيم شون نساعد لهذا المواطن شون نقدر ندز يعني يعني هو خلي راجعنا حسنا شون المشكلة ما اتفضل نعم ها نجدم استاذ عمار استاذ عمار جاء تهمم هاكو ابو الاعلام ويت تغرفين اي انا سابقا اي هو اي ما اعرف نعم استاذ نجيم شون امار علي في طورك مؤدلات شون نقدر نساعد استاذ نجيم للمواطن بس خلي راجعنا ان شاء الله خلي راجعنا نعم رح اخلي يتواصل وياك تحياتي اليك واني ممتن اليك شكرا استاذ نجيم هلا بيقى الله يسلم تدلل تفضل قول ها نمقدم شنو ها نمقدم ع الرعاية الاجتماعية بوقتها كم دول معاقبين مشانا مشتغلون اي فقالهم انتم منطيني فلوس هذا الولد اغل المعاملات السجن فاشترم على اسامنا بخطة حمر اي هسا كل ما قدم يقولوا التعليق ما اشتر لجنة تحقيقية لجنة تحقيقية قدمت ثلاث فايلات والحد الان كشم شونا ما يجبين تحقيق انت على نبار ها انت على نبار ها من ياسنا انتم قدم صالت تلت سنين تقيم لسنوات اي طب الست شرحة رجعت اي صالت تلس سنوات اي طب الثلت شرحة رحت قابلت بالملعب بالفلوجين اي حمود حالقتي 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 خبت اي رحت بالملعب قدمت وباحث اجتماعي قابلت وكملت تحالق هاني امك هسنا مباسر احنا كل شي يطلع راكب برادو ينزل ياخذ الرعاية الاجتماعية حس ايش لون عمو يجي راكب برادو ينزل ياخذ الرعاية الاجتماعية هاي مسجلين والدائح خريج ما حد يلطين هاي 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 راكب برادو وياخذ وياخذ رعاية اي اي انا خادم الدولة عشر سنين اي ومنطش شهيدين ومهدم بيتي وخاف وفشر قدام الكاميرا مو مقبل ومو من اللياقة يجون الدايحين والعرب انتشية ياخذون واحنا قاعدين هذا عمري يشتغل تكسب عشرين الف عجي من فلود ليش شنو السبب؟ ليش لانه فساد دولتكم شلون؟ فساد دولتكم يعني اي فساد شنو يعني شنو واحد يعني يراكب برادو يجي ياخذ الرعاية الاجتماعية والماء عنده والأرمى على واقفة بالباب ما حد يطيه شنو هو هذا نفسه والبرادو ما يستحي على روحها؟ لا هو احنا ندور من الساحة احنا نريد قانون ايه قانون نظام يفرض وجوده قانون صوت من زمن الرسول لليوم صوت يعني قصدك القوة القوة لعشنو يعني هستة تقول بان القانون لا ينشي لها بالقوة وإلا اللي سجل هذا اللي يجي ببرادو وينطير عائل اجتماعية وما يسجل للفقير هذا لو يدر فوقه صوت يسوي ويش حركة يطرد الفقير ويفوت هذا لأنه ينطي لا والله هو يرادل لا والله لا صدق ايه والله ابو البرادة دني انت ليش دني ايه والله والله عم حتاعتك صحيح بمكان طالب الركابي هاي كلها قدامه ويدر بيها وهو كان واحد من منتسبي الوزارة لواني غلطان صحيح كلام هي عرف كل شي فماكو داعي يا اخوان يعني انت يعني اذا للتسويق فاعنا مو يعني اتا هسا مدفتن تتوجيهت كلام ايه لي لو للوزارة لا انت شلك لازم اي اي لا للدولة كلها انه ولدها دايحين والله عمي انا معصب ايه شو تقول حبتك تعرف والله شو تقول حبتك لأنه شيابات وتالي تشتغل تاكسي امو بس هاي وخادم الدولة لا مو بس هاي اريد واحد منطي ابنه واخوه ببيته يعني شنون عمو شنون ابني كتله داعش وابويا كتله داعش واخويا كتله داعش وبيتي هسا قاعد بخرابة والتعويض لل للانتهازية الله اكبر اي يكتبون لابو المليار تعويض والقاعد بخرابة ببلوكات ما حد يقول لها لو مرحبا يا اخي ايو هذا واقعنا لطول ويايا اروح على غيري حتى تشوف مصيبة اخرى اي عمو مصيبة اكبر من مصيبة اي والله والله اي شوف الله كفيلك ثغط وسكر وعند صدمة من استلمة ابني وقاعد شوكي تصدقون عليه انطلون بعشرين الف اروح الفلوجة انطل منهم خمسة قراجية وعشرة بنزين وارجع بخمسة الاف الاهلي ترجع بخمسة الاهلي اي والله والله واقفين وورايا عشرة بنزين وخمسة قراجية يعني كل هذا الشغل والضيم على خمسة الاف سيدول كلهم واقفين وسألهم قلوا ما تروح بعشرين للفلوجة وتنطب من اقراجية وبنزين شنو شغلكم هذي يعني هاي من الصباح للليل وبسيارة اي وتطلع بخمسة الاف اي والسيارة لو مو لو مو وليها سو من حتى شهيد ما منطيطني هالدولة حقوق شهيد اركض وراها اللي يريد نصها ولا ما ديش يريد ابني ابني رشوة يعني ما هكو رشوة اخوة احنا عاد تلفزيون خليها سكتة احتيلي عمو احتيلي لا تحتيلي لحتيها عن نص احتيلي احتيلي سوالفني شي لا عاد اول ما ينجز معامل تشهيد وما يطلع حقوقها منحة الاستشهاد من 2013 اليوم شيريد اي اي انت صحفي اي صحيح مو صحيح عسب الله نعم الوكيد وخلاص احنا نحتسب لالله خلاص هو كفيل بنا الحمد لله وشكر على كل حال حمد لله وشكر اه زين 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 اخرى واحد مثلي مربي مربي خمسة ومنطي الكبير شهيد وهذول طلاب وخريجين وقاعدين زين هذا المنطي شهيد ومخلص عمرا يخدم الدولة ما الحق واحد من ولده يعاونه يصير بالدولة ياخذ له 200 الف دينار حتى ينبوه لش وقت مثلا يشفع عنا يوالله ماكو شوكت يعني يقول لي انا هذا عمري 62 سنة ومخلص خمسة وقاعدين كلهم فوقايا وبطالة اش ليه الله تعالي يقول لي زين عمو هسا يخلي نعوف هاي زين هاي الانسانية الرحمة وين راحت واحنا مسلم مو بلد مسلم هذا واحد خليها خليها كلها يطلع اكو واحد من اهل الهور رفيق قبل زمن النظام البايد هددوه جماعة قالوا للظة البحثي مدى شنه راح بطل انهزم وين للهور ويا جماعة مو وانطر الشاشة ما للحزيب والكتب ما للتقرير السياسي ما للبعثيين وانطهن لما قالوا اديهن المقر الحزيب راح امه شارت القونية راح اتوين المقر الحزيب ما للبعثيين قال السلام عليكم يا بهذني دزلكم يا انا فلان يقول انا بطلت الرفيق اش قالها خالة معقولة والمبادئ والقيم قالت له كلهم بالقونية يا عبال هالغراض احنا هذن الانسانية جاي السورف عليها كلها بالقونية كلها بالقونية انا اقول لك ويا ما هذا الولد ابو الهور ويا ات يا ماما وشكرا جزيلا ايه القونية ايه 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 ابر رعاية اش قال لك ايه اش قال لك بطبط الشهر ما استلم ده لا قال بشهر التاسع تستلم ليش كل شهرين ايه كل شهرين هذا التاسع راح ينطل يعني بالتاسع ورا راح ثلاثين لا يعني بين ستة وعشرين ثمانية الى واحد تسعة اللي انا ما حتص عبر الله يسمع عن حقك ايه ولا حقك غير حقك هرير شوي ها عمو هاجيتني من ناكل هنا عيني استاذ ياسر ايه تفض البطاقة احنا الامراض المزمنة ايه سكر وضغط ايه طلعين بطاقة دوائية ايه البطاقة الدوائية يمطوننا عليها مفرداتها ايه السكر ضغط الروح للطبيب الباطنية اللي هو اختصاص سكر ايه يقول ذنني كل هنذب هنا على صفحة ما يشتغل قلت له دكتور الله يخليك هاي دولة جايبت هاي يقول لي بكيفك تسمع كلامي اهلا وسهلا ما تسمع كلامي اخذ غراضك ومشي هاي وحدة الثاني دواء مال كله ايه بالحارفية بخمسة وثلاثين ايه بالخضراء بعشرين الف دينار نفس الدواء بس احتي لي هاي المفارقة لعد ليش الفرق لخمسطعاش لو عمل حارفية لا لا اسمح لي ها هو هذا المهم يعني خمسطعاش الف دينار شغلة مناطقية بلخ هاي الخضراء بيها بعشرين الف دينار ليش ايه انا اقول لك ليش لو اكو رقابة من نقابة الصيادلة ايه واكو رقابة من وزارة الصحة مو ياهول يجي ويتحكموا بكيفة ويلعب بالاسعار نعب خل نشوف عمو العالم ثانية ثانية قبل ايام زمان كان مثل الدواء النادر اللي ما يحصل بالمستوصف يجزونا على صيدلية صيدلية المركزية هاي البلسكان هاي ما ديش تسمها صيدلية يعني كل الادوية المفقودة من السوق تلقاها بيها خلي رجعون هذا النظام حتى نخلص يعني بعشرين اهنا بالخضراء وبخمسة وثلاثين بالحارثية الله واكبر وبالعشرين يحصل شكرا استاذ ياسر هياك الله هياك الله ماي الوضعية الله شاهد كسيفة بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة ايه احنا على لسان المواطني شباب شونكم شونك شون صحتك شن شغلك والله تاكسي تاكسي احنا داخلي لا لا داخلي داخلي هسا الاخ تاكسي وانت تاكسي والاخ تاكسي والاخوان تاكسي شو كلكم قاعدين والله شو ساني خريج 2009 خريج اهداب قسم تاريخ جامعة الانبار ماك تعينات قدمت على اكثر يمكن خمس مرات اذا ما تدفع مبلغ جان ما تتعين هسا حتى مبلغ ماكو يعني المبلغ قزك المالات ايه الا مالات يا الله ايه اما تنتمي الحزب ادفع المالات تتوفر كل الاحتياج ولكم عمي عيب والله عيب سمعوا العالم بزدتع شي سمعوا العالم هسا اي اي رئيس وزراء اي رئيس جمهورية بكل دول العالم من يطلعون ستة سبعة مية الف يحكون يا با هيت شو هيت شديد يصغير هيت شو هيت شديد يصغير اذا مايريد يقدم شي يفتح مجلس تحقيق هسا شو احنا لا مجلس التحقيق لا عم الله يكون بعوالك تامواليد هاني تسعة ثمونة مزوج اي نعم عندي خمسة اطفال زيان او ستة التاكسي هم ماكوو شغل مو والله ماكو قاعدين هاي من الصباح لحد الان ماكو كلش ماكو حتى تاكسي ماكو حتى تاكسي هو شغلكلوقى اي اينا جيت بالسبعة هنا انا باوعدكم نفسكم مهسنتم نفسكم اي نفس الشي نفسكم انتم نفسكم اي والله نفس الشي ما تغير كل شي بيكو لا والله ما تغير لحطوا لعبيكم ولا حطوا لعموك عايش لحطوا لعبيكم ولا حطوا لعموك عايش جبلهم دامنا وطاولي قد يلعبوه يعني يمكنها إذا تفتحون قهوة أصرف إيه أصرف بس شنو بالديين بالديين ما هو كعني بلوسك قلنا دين قلنا دين الله يكونوا بعوكم شنو؟ شنو؟ رعاية الاجتماعية يعني آني آني كمواطن أجيت على واحد ابن شارح سمسار من المعاملات قال أنا مشرك إياها وكملها فأتى معاملة محل السادة يكمل إياها حاطين علينا مؤشر خط أحمر صار ثلاثة سنين والحد الآن كل ما أقدم أروح أراجع يقول عليك مؤشر خط أحمر والله أنت دافع فلوس انتهيش انت والحد الآن ما كل نتيجة قبل ثلاثة شهر رحت قابلت وباحث اجتماعي وقاعد إيجار وهي وسترالتكس وأدي ثلاثة أطفال كم بنكة عندك؟ نعم كم بنكة بالبيت عندك؟ أدي واحدة ما سألك الباحث؟ لا ها؟ ها؟ يقول الزقات إياه يقول الزقات إياه يحكي عن الرعاية يقول للباحث من يجي يباوع كم بنكة عندنا بالبيت؟ ها يعني على البنكات صارت الرواتب مال رعاية يعني إذا أدست البنكات يقول يحسبوني يعني ما وكم يحسبوني يعني ما وكم يحسبوني لازم بنكة واحدة الله يعفوكم شونك؟ شون زعتك؟ سلام عليكم الله سلمك يا مرحبا محمدك الله مصطفى تعال مصطفى اي الفضل والله ما عندي شي احشي لاني داري ده احشي ما اقدر على نفسي لا احشي احشي ما اقدر والله شنوة عكده والله هاي سايق تاكسي هم سايق تاكسي اي ما اتشغل نفس ما احشيو لك الجماعة يعني انتوا تقبطون منها انا قصدك اي نقبط منها نروح نشتغل على فطر رمادي هوا انت على الخارج يعني على انبار اي نفس الحالة شوانها السيطرات السيطرات والله بس شوية يعني اقفائي مال حلابسة من ترجع اي وضعي الصغور شوية احسن يعني من خلال اي ستان تعان تشكي من الصغور تشكي من الصغور وهسه هسه لا اللي بنسبة له سكنة انبار اي يعبر واذا اصاعد مثلا نوياك سكنة بغداد عندها معاملة وعندها زيارة هناك ينزلي ينزلونه يقول لها ارجع اي ينزلج كم مرة احنا ينزلونه يقول لها تمام وهاء كرويتك يعني يرجع ماذا تدحق علي هي كرويته وذلن بعدين انت بعدها ما اوصل باعتبار ربع الطريق تاخذ من عنده والله جريمة زيانة عوفها انت هم راح تطلع نفر نقص يعني عطرفها هي هذه فان شو سيوي نوبات يسويها مناصفة شو سيوي حلل النزاع ونوبات يقول لك اي ونوبات يقول لك عم انا ما عندي بس ايها الى 15 اريد اروح به هاني شو سيوي انت تضطر اي بينما يحاول هو النوب يبغى يرجع يعني يتوسل وكذا حتى يصعدون اي عبر حتى ينطيهن النوب الكروي يصل بهن للرمادي هاي تواصيل ايضا يتوسل باب السيطرة ايه طبعا لعشون هس هي وين ما تروح بالنسبة هي حياتنا سيقضت غير من الصبر للقبر والله انا ما احتران ايه كلها صبر بصبر وين ما تروح يعني النتيجة شنوه يعني هسنا اتضحق عليه موالد 81 هذا حال موالد 81 والله عموالي موالد 70 مو صحيح بس هذا كلها قهر يعني هسنا انت من تتدحج في قلب غير والله اخي تحز بنفسك يعني لو طابوقة تروح له من اي محافظة تتألم عليها كل حليم والوضع اللي صار علينا بينا غير يبتشيل هماتينا كل حليم بس المال المشتكه لا الله لا حول ولا اقوة الا ابو الله بس نقول الله سبحانه وتعالى لازم يفرجها لا بد ان تفرج بالاخير ما يستحل للصحيح ما يستحل لله ما تقبل غلط وهو ما ضل عندنا هسا لا تقل اللي تمشي ورا شيء خيرا مع احترام اللي شيغه وغيره وتمشي لك ورا الرجل دين وغيرا مع احترام البعض الشيغة الدين بغت بسم حيث الله لان يهو اللي تمشي وراه لجس الطريق وعافك لو طلعت مصلحة على مود مادة وعلى مود منصبة ومود كذا بعدين عافك تخلى عندك هسا المواطن العراقي فتح ها ها الف رحم على والديك هسا مثل ما قلت انت الشعب العراقي وعاء عرف هدي عرف ايه فتح عرف من اللي الطريق هذا وين يودي وهذا وين يودي مع احترام الاسلام اطلعت اكثرها ناس كله وتشيه وتشد داغر هسا تقريبا تقدر تقول يعني الصحة الصحيح هي عندي انا هسا ها همشي هاي خلصنا من الطائفية وغيرها وغيرها همشي الحمد الله عندي هيا هسا همشي وين ما تروح هسا عنا براحتك وضعية الدولة يعني تقدر تقول ما تقول يعني تقريبا نحو الأحسن بس نقول بعد الريد يعني نطمح يعني هو هيكون الفيصل الانتخابات القادمة الف رحمة على والديك بين الحق والواطن اي يعني بس اكون يعني يعني انا وانت وغيري يقرر مصير يقرر مصيره ما يروح يعني طوى صوبة طوى بطانية مدرشين وغيرها يروح بعد ماكو لا دجاجة ولا صوبة ولا بطانية ولا كارتب الخمسة الف رحمة على والديك بعد هالك لاوات ما تمشي على العالم ايه واذا اختارين انه بنفس الطريق ايه عم مصار ايه بيان نفس الى الحالة لا والله بعد انا قللك حتى الله سبحانه تعالى بعد ما يرحمني وما الى ما اللى بعد اذا ما رحمنا اذا سوينا نفس الالتخابات اللى مضت غير ها مواتين هالشكلية هالشكلية هالى يجي во الطب بله وتروح لا قلط هاد الشي وانشاء الله القادم انشاء الله انشاء الله القادم الحسن هالله خبيب عم مقول ها حبيب عم مقول ايه حبيب فعن معلاتنا صغور بغداد ميطق شون يعان بغداد ابو بغداد ميطق أمي بس أبو الأنبار إلا عنده سكن أنبار الآن هذا عنده زيارة عنده مراجعة من بغداد وعنده مراجعة بالأنبار عنده فاتحة عمي الوالدة البطاقة السكن ماتتقرى أمبار توفى لا سامح الله وهو هنا بطاقة السكن ماتتقرى بغداد هذا شلون؟ هذا بطاقة السكن مات أبو ولو يدخلوا لا يدخلوا لا يدخلوا يعني أنا رزقنا مكتوب من هنا الصقور ما أقول شيء من دخل البغداد ما هذا يدخل الله يكون ربعونكم الله يكون ربعونكم على الوضعية نحن يجينا منتسب موظف يطلب ويدخل بسكن أمبار يدخل الله يكون ربعون جاي معنا مالتنا يعني الصقور أدتنا يقولها الناس ما يسمى واجب منتسب يقول لك هذا أمر أمر مو كيفة من قادة عملات لمبار يجيه أمر عليه طبق الله يحفظكم عيوك الله يحفظكم الله يحفظكم اليوم الرعاية الاجتماعية أخذ رحمي من مصطفوت والله العظيم جاي معنا تعال فبت آخر ثلاث وياك صح أنا متكفل سمن نفرات والله العظيم أجيب لك الوثائق عندي موجودة جاي معك كنامك كافي كافي أنا عندي خلعب بطني والله ما أقدر أشتغل بالقرآن الكريم إن شاء الله خير نطي رخمي وأخذ رخم ماء ونتواصل وياه ونشوف حتى تروح لستاذ نجم مثل ما وعدك حياك الله. ايه يا ابن شوان? حبيب الوردة. كون صلتك? خليك الله. هم ساير. ايه والله. وشغل ماكو. ايه والله. ساير وشغل ماكو. ايه والله. زيان ادري هس هاي الورعية شنون? ايه. انا مو هاد. انا الموضوعي. ايه. المليون ونص. يا مليون ونص. ما المهجرين. هاي اليطوها. اليطوها. ايه. صار لها يمكن احنا مرجعنش قد رجعنا للفلوجة. ايه. يمكن صار ان يمكن قلنقول اربع سنين خمس سنين. صار لبع سنوات ما مستن قد موعدها الدولة. انا ادري. قلوا. عم الدولة موعدها. لعدان عندي. والله. انا ادري. والله. هاي باعت شراء. اربع سنوات. اربع سنوات. يعني هاي لولا مين لك كل يوميها على خمسة الاف دينار. مو صحيح. هم شان طاعت عم المليون. الحالة متهجرت. الحالة محطة العدها والموعدها. ايه. هاي جمعناها جمعناها بالتلاث سنين. قعدنا على حديدة. ارجع قد تعوضنا انت. مو. يعني قلنا لكم مليون ونص. قالوا ايه. اه الهجرة 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 الهجرة. ايجى وزير جديق لنا بلكت الله بلكت الله ومال. الله يقولopen. والحمد الله. الحمد الله والشكر. الحمد الله والشكر. عم مشرف تتقول حبيبي. تفضل تفضل. اي تفضل عم مشرف تتقول. قناتكم شو اسم هن. انا الرشيد. ها الرشيد. 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 الرشيد في اليوم نائم وبغداد فاتت من فوق أغامة. اي. ما مطرت. institettiMO. قاعدين يما قال لولا ما مطرت قال صد للغاية محل شوية قالها اينما تمطرين خراجك لي وينما تمطريني لي هذا الرشيد سأله قال انت شون حكمتها من فرنسا للصين قال لهم خفنا الله فخافوا منا كل شيء ايه احنا نقول للربعنا خافوا الله بالناس ترشفا ما بيجيب ولا لم توهم كعفي والله ترست وترس صدوا على العالم نصيحة فقيران مهندز زراعي بالتسعة وتسعين مسجون فرادي بالامن العامل لانه ساب صدام يروحون يشوفون السجلات ليه سما ما اخذ حقوقي هاي واحدة اخرى ضيف الكياها يعني انت بدلما البيت بي اربع موظفين وكلهم ما يقرون ويكتبون ومتعينين وبيت بي اربع خريجين وما احد قال لهم انت شعدكم يصير هاي امام المسؤولين ومن خلال قناة الرشيد انه ما يخال فاسم عدالة حتى بالتوظيف يعني هذا تعبوا عليه اهله صرفوا عليه لوري فلوس وهذا كان كل شي ماكو يضرب يلعب طوبة بالكتاب شون هذا ابو الكتاب قاعد يشتغل عماله وهذا موظف وهذا بيت بي اربعة وهذا بيت مبي واحد اي عدالة هاي بس هاي يعني اوف اوف كل شي بحقوق الاستحقاق انطوكم الكل بيت واحد امام المسؤولين هاي وامام المسؤول الاول بالدولة لانه يعني يعوف وكل شي يعني من خالف زين انت شون هذا ياخذ راتب وجاي النوب يدرس وهو موظف الدائرة لا يداوم بدائرة ولا وجاي يدرس ياخذ ماجستير لعد شنون الفقراء احنا شوكت تجي لنا فرصتنا بس قل لي شوكت لا صدق والله شوكت تجي الفرصة هو الضرب العمور خلص والله يوفقكم ويحفظ لكم الطناة احنا محبيبي يحفظ لكم الطناة شوكت خلينا نتقدم علي خلينا نتقدم هساذة لتقاطع نفسه خلينا نكمل النص الثاني بالسوق خلينا نكمل النص الثاني من الحلقة بالسوق هذا القراج اللي تحدثنا علي اللي هو قراج عامرية من هنا قطون للانبار يطلعون وايضا بنفس الوقت لداخل العامرية صباح الخير شونك شون صحي شون شغلك احنا والله عم خضر خضر هاي هناني شون هالخركة والله الحركة تعبانة والله هاي الوضع شكور وانا ولا لا بالتاكسي لا بالمخفر لا بالعربان كلها تعبانة التعبانة الوضع ماكو يعني شغل قوي يعني مثلا لو بالتاكسي ماكو شغل قليل اي يعني رزق واحد على واحد رزق على الله شغل تعبان الله يكون نبعان بس يشتغل الدكتور والصيدانة نهاية بس والله هذا دكتور اسماعين عندك هنا التحليل بالدورة أنا ما أخذ إلي صار بي أكونون 20% رحت وحاصت بالدورة أخذهم عندي 20% بالتحليل الصور مردم هنا بالعامرية يأخذ 160% وحسا طبت الحمد لله انحجرت 14 يوم يعني ما رح تعديني لا لا ما أعدك رجل يسرى وكفت لا 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 إن شاء الله الله يعملك إن شاء الله الله يعملك حياك الله الله يخليك وهذا بالنفراس هنا سافرنا احنا بالعيد اللبنان النفراس باللبنان 15 أليم المفراس المفراس دولة فقيرة 15 أليم وهنا يأخذ 125 400 واحد على 125 50 مليون إيج دعوة سووا 5 سألوا يا الناس ما حد يساعد يعني المروة هم حلوة طبعا المروة والغيرة والنفرا حلوة يعني يعني مو تستغل العالم أكو بهم هذا مثل الدكتور صدام بحيث بحيث جهاد دكتور سماعين هدو اشتغلون كورونا من رد مكفول إلى أي شخص ينذكر اسمه تمام إيه الله يكون بعنكم يعني إيج دعوة شوي أرحم الناس أرحم ومن في الأرض يرحمكم من السماع حياك الله أشكرك 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 والله هذا وضعنا وهاي حالتنا بعد خلاص بعد ماكو شي رح يتغير هذا هذا السوق ما أنا مخفر اللي هو بقرب التقاطع تعال عمو شونك شنو هاي كراتين هدو أغطي الماء بيهن شتسوي أغطي الماء بيهن أنت شتشتغل أشتغل ماء تبيع ماء إيه بالتقاطع هنا هنا بالشارع إيه ومدرستك بعد ما مفتحس يعني ما مبطل لا ما مبطل تشتغل و تدرس نعم يا بطل يا بطل أنت وياك أبوك ويعني أنت ووالدك لا بس أنا وحدي أنت معيش أهلك وحدك اي وما أغطي الفلوس أشتغل عامل ويطلبوننا وانطيهم لنا هاي شلون والله زيانو أهلك شتطيهم باليوم والله يومية مرات يبنهم بل يوم وانت هذة الفيان تلتة ألا وما أعدهم بس انت تشتغلو اي والله شتريد تقول الحكومتك شتريد تطلب من عدد شتطلب يعني انت شتريد تطلب منهم قلهم شا قول يعني انت شتريد تطلب هسا شتريد تطلب شناللي تحتاجه شناللي تريده شناللي تحلم بي كيش ما أحلم ما لاحتاج بس هذا المي وخلاص بزاكم والله هلا ياب عليكم السلام حبيبي عمو توكل على رصتك توكل توكل الله يكونوا بعونك ولكم والله كان استحيته بالله الكريم كان استحيته هذا العراق وهذا اطفاله عمي دايحين بالشوارع بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة رح عادي يقول لي شلون هاي المفردة لا بمعنى الكلمة من طفل بهالعمر هذا ويفتر بالتقاطعات يبيع مي شنو شا سمو وليش وشنو السبب ومنو يتحمل المسئولية منو اللي اللي المفروض يتحاسب لأنوصل ناسنا وأهنل هذا المستوى شونك عيني ناحية غنات الرشيد من آن من أهالة أبو غريب شفتك بالتفزيون وجهت قباط هي بخدمتك لأن شوية عندنا مشكلة فأردأ أشرحها لأن انت إنسان طيب أمو عيني أنا بنت أختي معه واقع نعم سوالها معاملة مال معين نعم وما طلعت لها وها صارت ثلثة من أربعة ودول اللجنة اللجنة تقولها ما مستحقة ويأس حتى بالمدرسة ما مسجلة إزقاد نسبة العواق والله يعني هواية ما تقدر لا تفتهم لا كل شي وتمشي ما تقدر تمشي زين يعني حالته لا يرثلها ولا راتب ولا هذا وأبوه معلم وما متعين لياسة خطيئة وشغل ما عنده زين أنا رح أساعدك أمان أنا يعني بس شنو واصلت خير أمانا جبت من ناكل هنا وقتبكت الله يصير خير إن شاء الله رح أساعدك والفعل خير إن شاء الله رح أساعدك بس ما أوعدك اللي أقدر أسويه إلك ما تغسر رح أبذل أقصى جهودي ما تغسر والله بس رح تأخذ رقمي من مصطفى إن شاء الله والبي خير الله يقدم بس آوني يعني أريد تجون هناك لأبوغرب نجيوكم لأبوغرب والله وعلى القادم حلقا وعلى القادم بس آوني يعني اشتركوا في القناة 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 عمو عيد ليها القصة عيد ليها الصوت كان مو واضح عيد لي القصة انا مفوض شرطة انحلت عالتقاعد بالالفين وتسعة عشر اذا انضربتني جلطة دماغية طفت عيوني انا صار عندي فقدان النظر هس انا ضرير ما شوط فقدمت معاملة ما تقاعدو هذا فبالمجلس التحقيقي من سووا ليها سووا ليها باثناء استراحتي يعني سووها اثناء الخدمة وليس من جرها ليش والله ليس المجلس كاتب لي انا باستراحتي بالبيت زين انا بالدوام وعدي شاهد القاضية سويتلي كتاب القاضي انا حمار كتبية قاضي زين سويتلي كتاب يعني باثناء الدوام وهذا وما اسووا ليها اثناء الواجب ومن جرها زين هس انا جا اخذ راتب 460 وقاعد جار وما عندي بس هالوليد هذا جاي يعيني نوبات يشتغل نوبات ما يشتغل زين عمو عندك تليفون عندك تليفون عندك تليفون مستوى تعالى الطين خلي اتواصلك مو انا ساد ياسر انا رحيت للداخلية والله العظيم والله شاهد يعني حتى الدايين كراوه واروح وكل شو ما سوول والله شاهد يعني ياهو اللي اروح ياهو يشبرني واحد على واحد زين نعم نعم هس هذا المتحدث السيد اللواء خالد محنى المتحدث باسم وزارة الداخلية اذا اتصل علي ان شاء الله ما يقصر بهذا الموضوع والله يعني بس الله شاهد سيادة اللواء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك سيادة اللواء يمي احد المواطنين ان عمى صار ضرير فقد البصر اثناء الواجب هو شرطي تم تسجيله بانه هو ما انصاب اثناء الواجب مع العلم بانه عنده اوراق قاضي واوراق قانونية كاملة وانحال الى التقاعد ايه نعم شلون نقدر نسبة العجز ماته مية بالمية يعني نسبة العجز ماته مية بالمية ما يقدر يعني لا يباوع لا شيء شلون نقدر نقدم للمساعدة من خلالك وانت من اكثر الاشخاص المستجيبين الى مناشدات المواطنين من خلال الرشيد والناس نعم هو الحقيقة يعني بسبب الواجب او من جهة الواجب هذا يقبلها تثبت في محاضر نعم في المجلس التحقيقي الخاص بالعصابة نعم يبدو المجلس التحقيقي اعطى قراره يعني بنانا على المعلومات اللي امامه ودرس القضية والتقارير الطبية والتقارير الخاص والحادث نعم بنانا على دراسة الشاملة يقوم قافهم وقرارهم بعد ان يصادق عليها يعتبر قرار بعد نعم صحيح الانسان يعني اذا هنالك فرق في الحقوق يعني الشيء اللي مثلا من جهة الواجب افابته يعني اثماء الواجب يعني هاتف هذه فيها فروق نعم لغم ذلك اهم ان ندقق في قويته عسى ولا علم نجد الحال تمام طيب سيادة اللواء شلون ادزئلكم لو انا اتواصل ويا جنابك رح اعضر عني اي شخص يتواصل معي تمام انا رح اتواصل وياك بخصوص هذا الموضوع انا جدا ممتن اليك تحياتي لك السيد اللواء خالد المحنن المتحدث الرسمي باسم مزارة الداخلية عمو حبيب رح تاخد رقمي رح انا تابع لك الموضوع شخصيا خليك الله انا ولادك وبخدمك خليك الله امر تأمر تأمر مصطفى والله العظيم حتى يعني قلت لك ساد ياسر 460 طرعلي يعني قاعد يجار حتى ادوية مراضة عندي قلب وعندي شرائي مسدد وسكر وضغط زين وهذا فقلت لك اكله حقي كلهم بدا خليه انا بخدمك الله يخليك انا بخدمتك تدلل هس رح تاخد رقمي من المصطفى ان شاء الله تدلل عمو مصطفى وشوف الحجي قودة قودة للحجي ليشوف مصيبة الناس تهون علي مصيبته على اللي دا نشوفه بالعراق من مأساة ومعاناة وظلم وفساد شيء غريب عجيب يشيب الى الراس رسالة المواطنين الكم يا حكومتنا يا مسؤولين يا حزابنا خلوا الله بعيونكم وهلا هلا بالمواطن العراقي وخلاص اصباط على السنة ظلم وجور وفقر وقتل وطائفية واختيالات وفساد وسرقات ونهر خيرات خلاص خلاص اطووا صفحة وابدوا بصفحة جديدة تخدم المواطن العراقي والخدمات وتقدموا لشيء ايجابي مطبق على ارض الواقع مو بس كلام واجتماعات وشكلة لجنة وسنعمل وسيحدث اللك لك هذا خلاص بعد العالم ما تستوعبه العالم عمي وعد تريد شيء يطبق على ارض الواقع يخدمه لا اكثر ولا اقل ونظلم تنسكين بالامل ونقول ان شاء الله القادم افضل الى كل العراقيين من وسط تقاطع العامرية من شارع البصرة كان معكم الرشيد والناس انتظروني غدا ان شاء الله بحلقة جديدة اترككم بامان الله اشتركوا في القناة